مرحبا حباي ببرج الاسد. اهم المواضيع او الامور اللي ممكن تظهر بالورق في هاي الفترة. ان شاء الله تكون كوت حلوة طاقة ايجابية. خلينا نشوف طاقة برج الاسد في هاي الفترة المسيطرة عليها شو اكتر اشي. للاسف برج فيه علاقة ثلاثية او خيانة التفكير فيها او انت رح تكتشف خيانة حبيبي طرف ثالث في الموضوع. ممكن تكتشفه في هاي الفترة فرح يكون شوي مسيطر على طاقتك. فيه شخص عم بيحاول انه يخدعك او يعني يدخل اوهام لراسك عم بيمشي لك امور يعني عدي لك اياها كمسجات او او عم بتكون مو صح هاي الامور. وعم بشوف عندك تواصل روحاني عالي وتشافي او تحاول اه انك تحاول تتشافة اه من موضوع معين رح يكون كتير اه كبير هاي الفترة. رح تركز على انك تستشفي من موضوع اه معين خلال هاي الفترة يا حبيبي اه برج اه الاسد. يعني اه عم بشوف بداية جديدة عم بتحاول يا برج الاسد انك يعني تفرجي للناس كلها وجه جديد شخصية جديدة عم بتحاول انك مش تتمثل انك اوليكن انك تمثل انك شخص لقيم او شخص غير شخصيتك الحقيقية. اه يمكن لانه مليت من الطيبة او من انك تستعامل مع الناس اه بطيبة ويبادلوك بغير يعني غير اه طاقة فا كتير كتير يعني مبين انه في بداية جديدة في تغير بالشخصية واكنك بتنفض اه عن حالك اه يعني طاقات اه سلبية مبينة هون الطاقات السلبية كتير انه ممكن يكون في عندك حبيبي طاقة اه سلبية سحر حسد عين اه عين كتير مبينة بالورق اه ممكن بس تراكمات سلبية بس اكتر شي ممكن تكون عمل او اعمال ما بعرف في حدا اه عم بيحاول وهي امرأة عم بيحاول انه يعمل لك هذا اه الموضوع لكن انا عم بشوف طاقتك اه بتطغى على الموضوع طاقتك في انك اه تخلق انسان جديد اه جواتك من بعد الغدر ومن بعد اه كل شي عم بتحاول تستشفي ويمكن هذا الاستشفاء من الطاقات السلبية يعني مش بس من الخيانة فبرج الاسد اتحمل كتير بالفترة الماضية وعم بشوفه هلأ لا يعني هو اه عم بيحاول يمسك اه يسترجع حق يمسك اه زمام الامور يرجع اه يعني خلينا نقول يرجع اه يمسك اه الموضوع زي ما كان ماسكو اه زمان اه عم بشوفك بتحط احدود اه يعني احدود حد لكل اه شخص اه من بعد عطاء كبير من بعد اه تضحيات اه كنت عايشها اه كرمال شخص وهذا الشخص اه خانك في ظلمة الليل خلينا نقول في ظلمة الليل خانك هذا اه الشخص لا وعم يتفرج عليك كمان عم يتفرج عليك وانت اه بتنجرح بس انبين انه هدول عشر سيوف خلص خلص الموضوع اه بعد هيك ما في قيانات بعد هيك ما في يعني اه ما في اللي هي صدمات خلينا نقول هاي اخر اه اخر فترة انت عم بتشطب انت عم يعني بتنهي هاي المواضيع وتحط حدود وعم بشوفك بتبلش اه بداية جديدة في شوية تفكير بالماضي اول الفترة تفكير اه بالماضي لكن اه بعدين عم بشوفك بتخلق اه انسان جديد اه في العمل مسيطر اه بدرجة يعني لدرجة عالية جدا رح تكون مسيطر على كل اه الامور اه وممكن الحدود اللي بدك تحطها ممكن كمان تكون لزملاء في العمل اه مبين انه رح تعمل شي او انجاز او كزا يشهدو لك في المسئولين او يشهدو لك في الناس اللي موجودة معاك اه في العمل اه مبين مبين اكتر شي بالنسبة للناس اللي حابت سافر مبين في عندي سفر اه ولكن مؤجل شوي يمكن لشهر عشرة اه شهر عشرة احتمال كتير كبير يتم هذا اه السفر اه اكتر ايش يبين قدامي بالورق فيه ترابط روحي كتير كبير عالي بينك وبين الشريك اه مبين فيه شخص جديد كمان رح يدخل على حياتك حبيبي اه هذا الشخص اه يعني من مواصفاته كتير اه خفيف الدم اه ممكن يكون زميلك في العمل هو شخص اه يعني بتعرفه من اه من قبل من البداية ولكن اه ما كان فيه مشاعر اه متبادلة من ناحية هذا الشخص يمكن من عندك كان فيه مشاعر كنت مفكر ان الشخص التاني ما عم يبادلك بس اه بالحقيقة اه عم بيبادلك الشعور عقلك الباطن اكتر شي على شو مركز يا برج الاسد اه تحقيق اه ناصر خلينا نقول وانك تسكر الباب على موضوع قديم بتدفنه خلاص اه وتبلش اه بداية جديدة مبين فيه رومانسيات عالية فيه لم شمل بين شخصين اه بتجاوزوا كل العرقيل قد ما فيه عرقيل هون يعني شوفنا صدمات كتير من هذا الشخص ممكن تكون او اه خيانة او طرف تالت اه شوفنا فيه طعنات اه لبرج الاسد اه اه ولكن بالاخير فيه لم شمل فيه لم شمل بين اه هدول الاشخاص اذا فيه مصالحة من بعد اه فترة من الجفاء فيه مصالحة اه ولكن رح تكون من الطرف المقابل مش من مبادرة منك يا عزيزي اه عم بتكون الفترة الجاي من بعد الاستشفاء ان شاء الله يعني رح يتم الاستشفاء مبين اه بيتدرج الورق انه فيه استشفاء وتطلع من كل الطاقات السلبية اللي انت كنت فيها اه مبين انه من كتر الفرح والانبساط ان شاء الله يعني رح تعمل مثل رح تطلع او شي رح تروع على البحر اه مع الشريك اه يعني فيه مشاوير حلوة رح يصير على الصعيد الرومانسي والشريك رح يهتم فيك كتير لدرجة متل ما شفنا بالكارت انه عم بيحضر لك العصير او الشغلات فعم هو يعمل لك اياها بايده فعلى قد ما شفت اه خيانة من هذا الشخص اه على قد ما رح تشوف رومانسية منه وانه يعترف بغلطه فيه احتمال كبير في هاي الفترة اه غير المصالحة انه يعترف في اه اخطاءه بقول لك take the next step now يعني هلأ فرصة مناسبة انك تاخد الخطوة اه الجاي يا برج الاسد اه بيكفي خلاص التراوح يعني نفس المكان او ما بدك تاخد اكشن اه خد اكشن والكروت عم بتطمنها يعني عم بتكون اه حلوة الكروت لذلك ما في خوف من انك اه تعمل اكشن. هون عم بشوفك بتسترجع اه موضوع بتسترجع شخص بتسترجع اه اه موضوع خلينا نقول اه بيرجع بين ايديك ترجع تمسكه بين ايديك تشمه اه تلمسه فا اه من بعد ما شي كان اه مستحيل في حياتك اه عم بشوفك لأ عم بتعيشه بكل اه سعادة وانتصار نشوف الرومانس بقولك اه يور ايموشنز ار هيلنج اه فعلا زي ما قلنا اه عواطفك او مشاعرك عم بيصير لها هيلنج عم بيصير لها استشفاء اه اه وهذا رح يخليك قادر انك اه اه توصل للحب العظيم او الحب الحقيقي اه في حياتك للماكسيمم من الحب مع الشريك اه بيقولك انا رح اساعدك هذا الملاك بيقولك انا رح اه اساعدك لحتى تطلق الغضب والانتقام انت كان في عندك روح انتقام ضد هذا الشخص اه ولكن وكمان عدم التسامح اه من القلب والعقل رح اه بيحكي بيحكي لك انا رح اساعدك اه لحتى انك اه يعني تطلق هاي الطاقات طاقة الغضب والانتقام وعدم اه التسامح من قلبك وتستبدلها بالاه الطاقات الحلوة وكأنه بيحكي لنا ان الشريك رح يعني رح ينعدل رح ينعدل هاي الفترة الجاي ويقدم تنازلات ويقولك جوين ان وكأنك انت خارج الجروب او خارج الحركة اللي عم بتسير ان كان في العمل او في الاجتماعيات بشكل عام عم بتكون بعيد شوي عم بتكون عازل حالك اما بتحاول تستشفي او بتحاول انه يعني تععد مع حالك تشوف ايش الاخطاء ما الاخطاء بيقولك لا بالعكس ادخل مع الناس وتشجع تشجع انه يعني تحكي وتعمل تجارب وكذا مش شخص واحد كان سيء يعني معناته كل الناس سيئة بالعكس وسيلف كير بيقولك انه رح يكون رح تعتني اكتر في حالك بالفترة الجاي وتركز على حالك اكتر ما تركز على التانين مثل ما قلنا بيقولك بكفي تفكير بكفي تحليلات بكفي يعني تضغط على حالك وتعبي راسك او عقلك الباطن بالسلبيات بيقولك stop thinking خلص ما تفكر بس تنفس تنفس وكأنه بحكي لك اعمل meditation روح عالطبيعة اهتم بحالك بدل هاي الطاقة حاول اتبدلها بيقولك let it go في شخص رح يروح من حياتك وكأنه ميت يعني انت شايفه مثل التابوت يعني مش ميت بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي وكأنك رح تودعه رح تزعل بالبداية لكن بالنتيجة رح تكون في عندك بداية جديدة حلوة كثير اذا في اشخاص رح اتودعهم اتوقع على الصعيد العملي لانه مبين في فرصة جديدة في العمل هون بحكي لك بيقولك انه لازم تسبنى البدايات الجديدة مشاريع جديدة امور جديدة اه اليك فترة ما عم يعني تحاول تنجز عم بتفكر بس باللي تعانوك وعم بتفكر بس بالعلاقة الثلاثية ممكن تكون بالخيانة بالاستشفاء بيقولك خلص بكفي بلش المشاريع اللي انت كنت اه مجمدها اه اذا كروت كتير حلوة لحد الان بيكرجوس بيقولك بس كون جريء ومتشجع وادخل ادخل بيقولك هون انه في طريق انت فتها انت مش قدها او انت رح تكون شوي صعب عليك ففكر بالموضوع اكتر ممكن انك ترجع اقرب لك كتير من انك تلف كل اللفات عشان توصل لنفس النقطة بيقولك ممكن انك تتراجع عادي جدا ممكن انك تتراجع يا برج الاسد في موضوع من المواضيع مش عيب ولا غلط ان الواحد يرجع يفكر في الامور اللي خلينا نقول بالامور اللي كتير عم بيعاني منها بيقولك افكر بحالك حب حالك انت بتستحق الافضل فما تضلك يعني بتعيط او ما تضلك تبكي على اطلال الماضي الفيري كارت نشوف اش في اش جديد او كيف بيقولك رح يكون في وفرة كبيرة بتوقع على مستوى العاطفي رح يكون وفرة كبيرة من المشاعر اللي متجمدة داخلك واللي رح تتفجر بيقولك بالفترة الجاي ممكن معقول كتير انك تدخل هذا العصر وهاي الفترة اذا لبرج الاسد كانت كروت يعني نصها حلو نصها مش حلو بس كله بيدك انت يا برج الاسد انك خلص يعني تاخد قرار لانه في امور كتير انت موقفها ما عم تبلش بدايات جديدة عم بتكون متجمد عند امور معينة او عند اشخاص معينين ويمكن هذا بسبب الطاقات السلبية فيعني فكر بالموضوع وعم بشوف فيه شفاء على خير اه في هاي الفترة ان شاء الله ومن بعدها رح تستقبل الامور اه الحلوة اذا لبرج الاسد اه كتير بتمنى لكم فترة حلوة ان شاء الله والورق حلوة يعني تطمنوا ما في يعني وقعات ما في شي خلص خلصنا الصدمات خلصنا الجروحات كلها ما ضلش اشي فبتمنى لكم فترة كتير حلوة حباي اشتركوا في القناة